شوفوا يا جماعة. الدئتين اللي جايين دول هيكونوا في مقدمة كل الفيديوهات. اللي مش عايد تشوفهم يسرعهم هم دئتين. فيه ناس بيتوه مش عارفة توصل لقنواتي و مش عارفة توصل لفيديوهاتي. اسهل طريقة كل اللي تعمله انك شوف الفيديو اللي انت بتتفرج عليه هتلاقي منه تحت الفيديو هتلاقي الصورة بتاعتي. اما هتلاقيها موجودة في وسط عالم بريطانيا اللي هو عامل زي الصليب الاحمر ده. او هتلاقيها في وسط خريطة مصر حسب القناة اللي انت بتتفرج عليها. كل مطلوب منك اتحرك على الصورة دي. نختار انت في قناة الانجليزي هتلاقي صورتي في وسط عالم بريطانيا. اتحرك على الصورة. هتتلع لك بصفحة كده فيها ن فيديوهات جنب منها هتلاقي كلمة قوائم التشغيل. وبعدين هتلاقي تواصل اجتماعي. هتلاقي قنوات وفي الآخر هتلاقي كلمة تحولة او اباوت بالانجليزي. لو ضغطت على كلمة فيديوهات هتلاقي لك هيطلع لك كل فيديوهات القناة. كلهم. لو ضغطت على قوائم التشغيل. هيطلع لك مجموعة من المجموعات من الفيديوهات. كل مجموعة مكتوب عليها عدد الفيديوهات بتاعتها. هيكون في مجموعة عن فيديوهات تعليم الإنجليزي للمستوى الاساسي الابتدائي. مجموعة تعليم الإنجليزي للمركز الثالث. مجموعة عن سد النهضة. مجموعة فيديوهات عن السياسة. لو اتكيت على المجموعة دي هتطلع لك كل الفيديوهات اللي موجودة في المجموعة. بالنسبة للإنجليزي انا اعلمتهم من واحد انا عملت ترقيم يعني بالنسبة لمجموعات السياسة والسادة النهضة لسه ما رقمتهمش ولكني هرقمهم لو تلاحظوا في كل الصور هتلاقوا اما في دايرة حمراء كده او مربع ازرق دايرة الحمراء او مربع الازرق دي دول هم اللي انا هحطوا فيهم ارقام الفيديوهات بعد كده هجبهم بالترتيب بس الموضوع ده هياخد وقت المهم بعد كده لو حبيت تتركي على كلمة تواصل اجتماعي حيجي لك كل الرسائل اللي انا قلتها من ساعة ما عملت القناة لو وصلت في اخر القناة هتلاقي كلمة حاولة او ابوت او عن مش عارب ترجموها ازاي في مصر لو تأكيت عليها هيطلع لك كلام عن القناة اللي انت بتتفرج عليها وفي الاخر هتلاقي اربع لينكات اربع لينك كل لينك لو تأكيت عليه وصلش للقناة من القنوات بتوتي اتكي على اي لينك هتروح للقناة اعمل في اي قناة روحتها زي ما قلت لك يعني اضغط على الصورة تحت الفيديو وقرر الموضوع توصل لكل القنوات وتوصل لكل الفيديوهات العملية سهلة مش سهلة اه اعرفتوا ازاي تشترككم في القنوات روحوا اشتركوا في قناة الحقيقة الغائبة لان زي ما قلت لكم قريب اوي بعد من اخلص من سد النهضة هعملها بعشرة دلار وانا مش عايزكم تزعلو القناة دلوقتي مجانة نروح اشتركوا فيها وهي مجانة فرصة لان قريب اوي اهتبوا بعشرة دلار انا اعرفتكم وانا اظهروا شوني بعد كده والاشتراك في اي قناة سهل كل اللي مطلوب منك اضغط على كلمة اشتراك سيطلع لك جرس ابيب اضغط على الجرس الابيب سيطلع لك ثلاث اجراص منهم جرس اسود اضغط على الجرس الاسود يبقى انت كده اشتركت ويوصلك كل في جهاتي بعد كده العملية سهلة الفيديو اللي هتشوفوه ده السيسي القاء السنة اللي فاتت في جامعة الازهر تقريبا في عيد الملد النبي تقريبا يعني اسمعوا الفيديو هيجيبوا كان اللي موجودين كلهم شيوخ الازهر هيجيبوا للراجل شلل هيشلوه اسمعوا الفيديو السيسي خلاص اتجنن مشايخ الازهر جننه الراجل اسمعوا وكان بيكلم عن الفكر تحديدا الفكر الديني اللي بيحتاج تطوير خلينا اسمعوا الكلمة احسن ونرجع نتناقش بعضا الاشكالية مش موجودة ابدا في عقيدة الاشكالية ممكن تكون موجودة في فكر الفكر ده يقدس يقدس بنا هو ده اللي احنا بنتكلم عليه الخطاب الديني اللي نقصده اللي هو بيتناغم مع عصره بيتناغم مع عصره وده التجديد اللي بيتعمل على كل رأس 100 سنة واقل يمكن ازاي ان احنا نعمل انا بكلم هنا على اهل الدين والمسؤولين عنه لازم نتوقف كثيرا الحقيقة نتوقف كثيرا على الحالة اللي موجودة وانا كلمت في الموضوع ده مرة واتنين الحقيقة قبل كده نتوقف كثيرا قدام الحالة اللي احنا موجودين فيها مش معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالامة دي بالكامل ان هي تبقى مصدر للقلق والخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها مش ممكن يكون الفكر ده انا مش بقول الدين انا بقول الفكر ده اللي تم تقديسه نصوص وافكار تم تقديسها عالمات السنين واصبح الخروج عليها صعبة قوي لدرجة ان هي بتعادي الدنيا كلها بتعادي الدنيا كلها يعني الواحد وستة من عشر مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها سبعة مليار عشان يعيشهم مش ممكن الكلام ده انا بقوله هنا في الازهر هنا امام رجال وعلماء الدين والله لأحاجيكم يوم القيامة امام الله سبحانه وتعالى على اللي انا بتكلم فيه ده دلوقتي سيدة المشار احمد عبد وماهر حلو يا هنباكر ازيكم يا شباب احلى من رئيس الجمهورية السيسي مفيش الفيديو ده انا عامله بوجه نداء لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالعفو عن المستشار احمد عبد وماهر المستشار احمد عبد وماهر ما يستهلش الحبس اللي يستهل الحبس شيوخ الازهر بالكامل اللي يستهل الحبس القاضي اللي حكم على المستشار بالحبس لانه قاضي اخواني يا سيادة الرئيس انت عارف ان التراث مليان اسرائيليات وانت كنت رئيس جهاز مخابرات وعارف ان جميع شيوخ الازهر هدفهم الاستراتيجي تدمير الاسلام بدليل انهم بيركنوا القرآن وعملين ينفخوا في التراث في حاجة اسمها القرآن ربع الدين وطراسطة لتربع الدين في حاجة اسمها ما تتكلمش في الدين اللي اذا كنت دارس من امتى واحنا عملنا الدين مخصوص على الازهريين لما احنا يا عرب ما نتكلمش في الدين اللي لو كنا دارسين الهنود والباكستانيين والصنيين والناس اللي لغيتهم مش عرب يعملوا ايه احنا بالطريقة دي بنسيق للدين ليه لان احنا بنعلم العالم الخارجي الارهاب يعني طول السنة دي بنبعثها عن طريق الازهر المعترف به لكل دول العالم يبقى احنا بنسيق للاسلام في كل دول العالم بنعلم كل دول العالم الارهاب يا ريس المشكلة مش مشكلة في مصر المشكلة في العالم الاسلامي كله ليه العالم الاسلامي كله بيجوا يتعلموا في الازهر فلما يجوا الشباب يتعلموا في الأزهر وياخدوا كتب الأزهر معهم لبلادهم ويقروا التراث ويعرفوا فيه كل جرائم القتل الموجودة تحليل اقتل 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 هيطبقوا ده في بلادهم يبقى احنا بنشوه سمعة الإسلام في العالم كله بسبب الأزهر يا ريس القضية أكبر بكتير من أنها تفتيت مصر ده احنا بنفتت كل الدول الإسلامية مناهج الأزهر شيوخ الأزهر التراث البخاري اللي متسوس عليه الأحاديث المتسوسة في البخاري بتفتت كل الدول الإسلامية يا ريس لابد من عزل شيخ الأزهر فورا لابد من تعيين شيخ أزهر زي الشيخ أحمد كريمة أو أي شيخ تاني يكون فعلا خايف على الإسلام ما يقولش إن السيدة عايشة كان عندها ست سنين يا ريس المستشار أحمد عبد ماهر نفذ اللي انت قلت عليه أنا نفذت اللي انت قلت عليه عايز تجديد التراث الراجل قال شيله الأحاديث دي الراجل ما غلطش لكن الغلطة إيه؟ إنه فضح الأزهر في أوروبا كشف بلاو الأزهر قدام العالم كله فطبعا الأزهر إزاي تفضحونا قدام العالم كله فهو ده سبب حبسه ليه؟ لأن لو العالم كله عرف البلاو اللي في الأزهر حيضطر الأزهر غزبة عنه يشيلها والأزهر مش عايز يشيلها ده هما شغلتهم إنهم يسبوها موجودة دول بقالهم 40 سنة لما صهيرية العالمية جندتهم كان كلهم طلبة صغيرين بقالهم 40 سنة بيقبضوا من الصهيرية العالمية علشان يخلوا الإسلاء القرآني بعيد والسنة هي اللي فوق والنتيجة إن الناس قبلت الناس اشترت الناس اشترت اللي الأزهر بتبيعه ليه؟ لأن الناس إحنا كمصريين مسكين في الأزهر فلو أنت يا ريس ما عملتش تنقية للأزهر يبقى أنت حتتحاسب قدام ربان زي ما حسن مبارك حيتحاسب لو حضرتك ما نقيتش الأزهر أنت كمان هتتحاسب لأن أنت بقيدك تنقل الأزهر أنت الوحيد اللي بقيدك تنقل الأزهر أنت الوحيد اللي تقدر تقول للمجلس الشعب غيروا الدستور علشان تشيل الشيخ الأزهر وتشيل كل شيوخ الأزهر وتحكمهم مش بس تشيلهم دون لازم يتحكموا ليه؟ كل الأحاديث اللي بتدعو للفتنة الطائفية ما سمعتش عبدالله رشدي قال إيه؟ عبدالله رشدي في عز ما فيه حوادث إرهاب ضد الأقباط في مصر في عز حرق الكنايس في عز قتل الأقباط يطلع في التلفزيون ويقول الأقباط كفار يعني يبقى ده بيدعو على فتنة طائفية ولا لأ؟ عبدالله رشدي شيخ أزهري يطلع في التلفزيون ويقول الأقباط كفار؟ ربنا ما قالش الأقباط كفار؟ الآية هي؟ صورة قاله عمران الآية 85 بتقول ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ما قالش فهم كفار قال فلن يقبل منه حيث واحد يقول لي ما هو طلاب لم يقبل منه يبقوا كفار هو قاله لا ربنا هو اللي يقول لي الكلام ده ما مش أنت ليه؟ لأن الناس هنا في مصر إلى عقلية الشعب المصري إن كلمة كافر يبقى يستحق القتل ليه؟ لأن أصلاً في التراث الكافر اقتلوه ما يعني ما هو الطراث بيكمل بعضه طالما أنت قلت أن الأقباط كفار وفي أحد يستطيع أن يقول لك اقتل الكافر يبقى أنت كده بتقول للإرهابيين قتلوا المسيحيين دي فتنة طائفية الناس الناس في مصر بيفكروا كده كافر؟ يعني لما تجي تقول لي واحد أنت كافر غير لما تجي تقول له أنت ربنا مش هيقبل دينك لما تقول له أنت ربنا مش هيقبل دينك يقول لك لما تقول له أنت كافر حيتخانق معاك ما هي هيها؟ لا مش هي هيها عقلية الناس في مصر بتبص لكلمة كافر غير ربنا مش هيقبل دينك فهمتوها؟ العقلية المصرية والأظهر عارف الناس بتفكر إزاي علشان كده بيستغل الجهل جهل الشعب المصري جهل الغالبية العظمة من الشعب المصري وبيدس فيهم الفتنة دي علشان يولعوا في البلد هو عبدالله رشدي غبي علشان يقول لأباك كفار ما كان قال القرآن قال فلن يقبل منه يعني واحد سأله القبط كافر ولا مش كافر ما كانش يقول كافر كان قال الآية القرآنية بتقول ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ده كلام ربنا ما كانش حد يحاسبه ساعت ليه؟ لأنه كل اللي عمله أنه أرى آية قرآنية لكن هو شل وكا وكا ولن يقبل منه وحط كافر ليه؟ عايز يولع في البلد عايز يعمل فتنة طائفية هو ده اصدراء الأديان قانون اصدراء الأديان نزل علشان واحد زي عبدالله رشدي يتحاكم لها رسود ومنية البنيلة يا ريس قانون اصدراء الأديان اتحط علشان اللي زي عبدالله رشدي هم اللي يتحاكمهم باصدراء الأديان مش زي الواحد اللي بيقول نظفوا التراث من البلاو اللي فيه أنا هنا بقدم بلاي ضد عبدالله رشدي ومتهم باصدراء الأديان واسمع الفيديو ده شوف الفيديو اللي جاي هل حضرتك قلت المسيحين كفار آه نعم قلت المسيحين كفار وكله من لقي الله على غير الإسلام يكافر ما تكلام السلام يلا سلامه عليك ياجب 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 تصدراء الأديان ياجب لا يا علاقتوة بالسلام هوا نفسهم الله زويق الله زويق يا دكرة رصنا يا دكرة رصنا أبدا هم نقصد هم نقصد هم نقصد هم نقصد نقصد ما نقصد احنا 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 لو سامحت الان ما يصحش كده. وطن فيه مسيحيين ومسلمين. ما يصحك كده يا سؤال. يا زول. انا من هذا البرنامج يقدم بلاغ فواز الرجل أنه يصدر الدين المسيح ويعتبر إخوتنا في الوطن كفار شفت حضرتك يا ريس؟ فيديو زي ده يتسبب في عمل فتنة طائفية في وقت الإخوان المتاجرين بالإسلام عملين اللعف كنايس وبعدين لما أقول أن الأظهر والأظهرين إخوان الناس مش مصدقاني لما أقول شيخ الأظهر إخوان الناس مش مصدقاني تب ليه شيخ الأظهر ما عاقبش عبدالله رجدي ليه؟ ولا أي حاجة ليه لأن عمر مع عبدالله رجدي هقولك جملة زي دي إلا إذا كانوا أخذ الأوكي من شيخ الأظهر دول عصابة عصابة مسكل أظهر عصابة مسكل أظهر تم تعينهم من زمان من 40 سنة وهم عندهم 20 سنة يعني تم تجندهم وهم عندهم 20 سنة وهم لسه طلبة في الجامعات تم تجندهم لتدمير الإسلام والشعب المصري طي يا رئيس ما حدش هينقذ الإسلام إلا أنت ما حد لازم لازم عبدالله رجدي يتحاكم بتومة إصدراء الأديان الشيخ الأظهر يتشال يتعين بداله الشيخ أحمد كريمة لازم القوانين تتغير لازم قانون إصدراء الأديان ده يتشال ليه؟ لأن الأظهر بيستغله في غير محله يعني إحنا عملنا إصدراء الأديان لحماية الإخوة الأقباط لكن اللي حصل اللي بيحصل إن الأظهر بيستغل القانون علشان يكتم صوت أي حد يكشف البلاو اللي في التراثة يعني القانون ما تعملش علشان أي حد يقول نظف التراثة سجنه يا رئيس أنت فاهم أنت رئيس جاسبه وعارف أتمنى إصدار عفو فوري عن الشيخ عن المستشار أحمد عبد الماهر وأتمنى أنك طبعا مش هتعمل حاجة في القانون دلوقتي أنا عارف أنا عارف أنك تستنى بعد سد النهض بعد ضمر السد ماشي بس على الأقل مؤقتاً انقذ عبد الماهر وبعد ما انضمر السد يبقى لي الكلام تاني وحاجة تاني أنا واسك أن المخابرات المصرية بيشوف كل فيديوهاتي يبتوع مخابرات خلي عند جين أمك دم وبلغوا الفيديو ده الرئيس الجمهوري خلي عندك إحساس وود الفيديو بتاعي للسيسي خليه يشوفه اعملوا شغلوكو ولا أنتو كمان إخوان نهر يسود لو كانت المخابرات كمان إخوان خلوا السيسي يسمع كلامي أنا مواطن ومن حق أكلم السيسي استنيتوا يجي أمريكا عشان أكلمه مجاش بسبب الزفت القورونا وطبعا لو روحت مصر قبله ولا في الأحلام هعرف قبله استنيا كمان سنة لما يجي السنة اللي جاية خلوا الرئيس يسمع الفيديو ده بطالب الرئيس بإجبارية دراسة تدريس القرآن في المدارس قلته قبل كده لازم القرآن يتدرس في المدارس يبتدأ من الحضان لحد السنوية العامة الطالب ياخد السنوية العامة يكون حافظ القرآن وفهمه بعد كده هيبقى صعبة أوى 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 أنك تضحك عليه بقى حديث من أحاديث الإسرائيليات لأنه حافظ القرآن فاهم القرآن أول ما تجيب له حديث مضد للقرآن يقولك وقف عندك القرآن بيقول هيك وهيك عرفت لي يا رئيس الأظهر ضد تدريس القرآن في المدارس الأظهر ضد عمل القرآن مادة أساسية ليه مش عاوز الناس تدري تدرس القرآن الأظهر حتى ما بيشرحش القرآن في الجوامع الأظهر خلى الجوامع بقى مكان للحواديد بتاعة التراس يا رئيس في حملة من الأظهر ضد القرآن والشعب المصري طيب ثلاثة ربعهم جهلة ما عندهمش فكرة الجهل ماسك في عقول الناس بيسدهوا أي حاجة الأظهر يقولها ما حدش فكر أنه يشيك ما حدش فكر يسمع إسلام البحيرة بيقول إيه ما حدش فكر يسمع المستشار العالي عبدالباهر بيقول إيه لا بيسمعهم ولا بيقرم كل فيها الأظهر قال وحش يبقى وحش فيه جهلة أكتر من كده هو مزنبوهم لكن طالما ألف واحد قال الأظهر فيه مشاكل يبقى المفروض الناس بقى تبدأ تقرأ مش طالما الأظهر قال يبقى تسمع دلوقتي فيه علماء الأظهر عليهم علامة استفهام يبقى لازم كل مواطن مصري يفتح القرآن ويقرأ اسمعهم شوفوا الناس اسمعهم شوفوا الناس اللي الأظهر عايزي حكيمهم بيقولوا إيه مش لمجرد إن قال لك الرجل ده وحش يبقى وحش اسمع قال إيه اسمع وفكر لكن طول ما انتوا ما بتسمعوش ما بتقروش هتفضلوا جهلة طبعا أنا متكلمش على أصدقاء القناة أصدقاء القناة عندي مش جهلة أنا رسالتي للناس اللي هم مسكين في الأظهر ومش عايزين يصدقهم إن الأظهر كله أخوان من ساعة ما فتحت القناة محدش بيصدق ولا كلمة قولها مع إن اللي بقولوا بيحصل وبرضو بيصدقوش ماشي هيجي الوقت اللي هتصدقوا كل الكلام اللي بقولوا لأنه هيحصل هيحصل كلها وقت هيجي الوقت بقريب شوفوا يا جماعة أنا تعبت في الكلام عن التراث والبلاء واللي في التراث أنا مش عايز كل يوم أقرر نفس القصة أنا جالس ضاع أنا عايز أسجل إن أنا قلت إن الشيخة الأظهر إخوان وشيخ الأظهر إخوان عاوز أسجل إن أنا قلت إنهم متعمدين تدمير القرآن عشان حيجي يوم نحتاج الكلام ده فهمتوها؟ حيجي يوم نحتاج حيجي يوم أفقركم فاكرين لما كنتوا بتهاجموني وساعدتها هطالب كل واحد هجبني إنه يعتذر وهيعتذر ده لو بيفهم إنما لو حمار مش هيعتذر والحمد لله إن أصدقاء القناة أسكية مفيش أصل أصدقاء القناة لازم يكونوا أسكية مفيش حدة هيشترك في القناة بتاعتنا إلا لو عنده IQ لا يقلها 125 مستحيل واحد ذكاءه أقل يشترك في القناة مستحيل دي قناتين الأسكية بس بتجينا رسائل غريبة معرفش واحد تقول لي انت عايز تنشهر شهرة إيه يا هبلة يا بنت الهبلة شهرة إيه واحد عايز انشهر ده أنا بعضف السودانيين وبعضف الإخوان وبعضف الفلسطينية وبعضف حماس وبعضف الأزهريين في حد عايز تشهر بيعضف إن الدنيا بحالها يا هبلة يا بنت الهبلة أنا عامل قناة لتفتيح عقول الشباب المصري اللي عاوز يفهم واللي مش عاوز يفهم الله لا يجعله يفهم لو قدرت أفتح عقل شاب واحد أبقى نجحت في أني أؤدي رسالتي كمواطن مصري لو قدرت أعلم طالب واحد إنجليزي أبقى نجحت في أني أؤدي رسالتي كمواطن مصري ده تفكيري عاوز الشباب يفكر عاوز الشباب يتعلق الأطفال والشباب يتعلموا إنجليزي حقيقي ومعنديش انا مش بطور على الالفات يشتركوا على الملايين انا مش هو ده اللي في دماغي ابدا فما يجيش واحد يقول لي ها 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 ما عندكش اصدقاء كتير انا صديق واحد من عندي بمليون من في القناة التانية لان اللي عندي اسكياء قادة قادة يعني مش فولورز قادة يعني قادة بمعنى ان هم القادة فصلها لكم زي قادة في فرق بين القادة ويمشوا وراء القادة قناتي قناة القادة قناة الاسكياء مش قناة الجهلة ابدا جهلة روحوا القناة التانية كتير وبقول لكم اخر مرة بقول لكم فلاش ينضحك عليكم بحكاية ما تتكلمش في الدين الذي كنت دارس يا ناس فهموا وصدقوني دول بيضحقوا الازهر بيتعمد يقولي الكلام ده علشان يعني يخلي الدين حكرة عليه كل مواطن مسلم من حقه انه يتكلم في دينه كل مواطن مسلم من حقه يقرى القرآن كل مواطن مسلم من حقه يجيب البخاري ده يقراه ويشوف المشاكل فيه ايه؟ بنفسه بنفسه هاتوا القرآن وافتحوه اروه هاتوا البخاري وافتحوه اروه واعرفوا المشاكل بنفسكم يجيب عنده دينكم لو ما عندكوش وقت تجيبه وتقرؤوا اسمعهم لإسلام البحاري إسلام البحاري بيفصص القرآن تفسير صح اللي يقولك إسلام البحاري بيفصص غلط اللي هم الأزهريين لأنهم لأن البحاري كشفهم أنا سمعت للبحاري أو سمعت البتو homemade في كل مقابلات البحاري مع الأزهريين أفهمهم أفهمهم لكن الناس يقولك البحاري ده ضد القرآن لأنهم سمعوا من الأزهر ضد القرآن لكن هل الناس سمعوا البحاري بيقول إه؟ أبدا أبدا لنChris لا يسمعوه لأنه لو سمع هيفهم لكن لو سمعش هو بس يسمع الأزهر يقولك البحار وحش خلال سيبقى وحش. البحاري كافري بقى كافر. الراجل ده كافري بقى كافر. الجهل ده. اقروا بنفسكم. افتح المصحف واقروا فيه. افتح البخاري واقروا فيه. بنفسكم عشان تعرفوا البلاوي اللي موجودة في البخاري ايه? البخاري مظلوم. البخاري الازهر تسبب في اهانة البخاري. بانه يحط فيه البلاوي دي. البخاري ضحية. صلاح على خير. انا عملت اللي عليا. ومش هصدع دماغي مع بتوعه الازهر دول تاني. انا قلت لكم. اللي 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 مطلوب مني اقوله. اللي ضميري مريحني. اللي رئيس الجامهورية طلب مني اقوله. وانتو احرار بقى. انا تعبت. تفكروا ما تفكروش. تمشوا ورا القرآن. تمشوا ورا الحديثة الصهيونية في الاسلاح اللي في التراث. انتو احرار. بصراحة انا تعبت. اعملوا اللي انت عايزين تعملوه.